أهلا بكم في هذا الجزء من المصاق هنتكلم مع بعض عن الحروق وكيفية التصرف وإسعافتها الأولية خلينا في البداية نتعرف مع بعض يا ترى إيه هي أسباب الحروق في أسباب متعددة ممكن تؤدي إلى الحروق زي التعرض للهب بشكل مباشر أو التعرض للأبخرة الساخنة أو إن ممكن أتعرض للصعق الكهربي ده بيسبب حرق أو التعرض للإشعاع أو التعرض للمواد الكيموية الخضرة زي الأحماض والقلويات الشديدة الحمضية والقلوي في عندنا تأسيمات مختلفة للحروق في تأسيمات بتتناول الحروق على حسب درجة وحدة الحرق في تأسيمات تانية بتتناول الحروق على حسب نسبة المساحة اللي تأثرت بالحروق من الجسم إحنا مش هيهمنا قوي النسبة لأنه النسبة دي بتهم الطبيب المعالج اللي بيهتم بمعالجة الحروق لكن اللي إحنا يهمنا وحابين نعرفه دلوقتي درجات الحروق المختلفة عندنا الحروق بتنقسم إلى 3 درجات حرق من الدرجة الأولى حرق من الدرجة الثانية حرق من الدرجة الثالثة والتقسيمة دي بتعتمد على حدة وشدة الحرق ويترى هو واخد أنهي طبقة من طبقات الجلد لأنه الجلد بتاعنا بيتكون من طبقتين أساسيتين الحرق اللي من الدرجة الأولى بيكون حرق في الطبقة الأولى الخارجية من الجلد وتكون عراضه الإحمرار والتورم والأنم الشديد أما حرق الدرجة الثانية فده معناه أن الحرق بيشمل الطبقة الأولى من الجلد والطبقة التانية الداخلية من الجلد والأعراض هتكون هنا زي الأولى يعني فيه إحمرار وتورم وألم شديد لكن هنضيف عليها كمان احتمالية تكوين الفقاقيع الحرق من الدرجة الثالثة بيكون حرق عنيف بيشمل كل طبقات الجلد وما تحت الجلد يعني بيكون الجلد تحرق والطبقات اللي تحته من العضوات والعظام قد تكون احترقت هي كمان واتفح حمت والشخص في الحرق ده بيكون فيه الغالب ما بيشتكيش من الألم لأنه المستقبلات العصبية اللي بتحس بالألم موجودة عندنا على الجلد اللي بيبقى تحرق بالفعل خلينا في الجزء القادم نتناول مع بعض كيفية إسعافات أنواع الحروق المختلفة وإيه هي الأخطاء الشائعة اللي بنقع فيها وبيقع فيها مجتمعنا أثناء التصرف مع حالات الحروق